إزاي تعمل أكاونت على موقع linda.com موقع الكورسات تعمل أكاونت شرعي ومجاني 100% نتابع الشرح هندخل على موقع nybl.org دي new york library هتروح على get library card تنزل تحت على outside of new york state تدوس apply تبدأ تملى البيانات دي وبعد ما نخلص هندوس submit نملى البيانات مع حضراتكم بعد ما خلصنا البيانات مش لازم طبعا نكتب كل البيانات مهم ما نكتب اللي قدامها على هامة الستار هندوس submit card application هايزعر لنا confirmation page لازم ناخد الرقم ده ونحتفز به لان كل مرة هنعمل به login فناخده copy هنا نحطه بعد كده هندوس login to your account ناخد الرقم اللي احنا خدناكو به نحطه هنا وتكتب اي رقم في البن اي password او رقم ندوس submit ندوس sign in نختار sign in with organizational portal نكتب هنا اسم الموقع نكتب هنا اسم الموقع اللي هو newyorkgoblicklibrary.org نكتب nypl.org ندوس continue هتدخل بنفس ال library card number اللي احنا خدناكو به ونفس البن اللي انت كتبته هناك مرتين وتدوس login بعد كده يحاولك على صفحة تكتب اسمك عادي والاميل بتاعك وتدوس save كده انت عندك اكاونت شرعي ومجاني 100% على موقع linda.com ممكن بعد كده تقدر تشوف الكورسات اللي انت عايزة لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تدوس like او subscribe دعم اللايك لصفحتنا على الفيسبوك كل اللينكات موجودة في description تحت مع المواقع اللي استخدمناها موقع newyorklibrary وموقع linda.com